هذا وطلبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق في الهجمات الإسرائيلية باعتبارها جرائم حرب وفي تحقيق جديد للمنظمة حول انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين أكدت المنظمة أن الغارات الجوية على مخيم رفح استخدمت أسلحة ذات تأثير واسع النطاق مشيرة إلى أن القانون الدولي يحضر الهجمات التي لا تميز بين أهداف عسكرية ومدنية وأن الهجمات باستخدام قنابل ذات تأثير واسع في مناطق مكتظة بالمدنيين تشكل انتهاك